دو ستاتين دقيقة وعلى بركة الله نبدأ أولى فقرتنا فقرت تغذية مع الأخصائية أسماء زريول صباح الخير أسماء صباح نور حليما صباح نور جميع صباح الخير عليك أسماء دائما في إطار التغذية كنختاروا مواضيع اللي ربما أسماء ما كيكونش عنا لها بعض التفاصيل أو لبعض المعلومات الضرورية اللي خصنا نعرفوها فمن بين هاد المواضيع اليوم اختارينا نتكلمه على مضادات الأكسادة كنسمعو دائما مضادات الأكسادة أسماء ولكن ما كنعرفوش هي مضادة لماذا نعم فعلا مضادات الأكسادة دائما ممكن ما قلتي كنسمعوها وما كنعرفوش أنه كنعينو بها بالضبط والحقيقة أنها مهمة جدا مهمة في حد الوقت اللي صباحنا كنفتقدوها في الأنظمة الغذائية دينا لأننا أغلبية دينا الناس كي يصبحو تياكلوا أغذية اللي خالية من هاد المكوين ومضادات الأكسادة اللي بغينا نقربه يعني للمستمعين نعم يمكننا أننا نشبلوها يعني بحل المرطوب ولسيما ديلا واحد الضار اللي مني كتب ذاك تريد وعاوميك تعريع له يشتاو الشمش كتتخطاها تنبذوق شناية تنجيبوا ذاك شيو كنشدوا بيدك شوقاقوا الفراغات وكنا نعودو أن نرمو به ذاك المنزيل مهم ايا فهذه هي مضادة الأكسادة يعني مني تكون عندنا هاد المشكل ديال يعني الخالية كتب ذاكت يعني كي تصبحو فيها بعد المشاكل نتيجة إما تقدم السين أو للعوامل عندها علاقة يعني مني كتصبوا بتلف يومي ومن غيرها فهذا مضادة الأكسادة هو اللي كي تصبحو من هاد الأعطاب اللي كي تقوم مهم نعم يعني مضادة الأكسادة إلا بغينا نقوله يعني كتتاني أو لا كتصلح ذوك الخالية اللي كيتصابوا ربما بتلف أي نوع من التلف نعم تماما فهي كتطنح هاد الأعطاب اللي تيكونوا بشكل يعني كبير مهم وهي اللي بغينا نقوله عندها دور يعني من الأساس اللي هو الخالية مهم نعم مضادة الأكسادة أسماء واش نقدره مثلا أو لو واش يقدر يكون فيها أنواع مهم أكيد أكيد فيها أنواع أدخيلي إن مثلا هاد الخضار أو الفواكه اللي كان شوفوها مهم على حسب تنوعها في الألوان وتنوعها كانت تنوع في الألوان ديال مضادات الأكسادة مهم مهم فأدخيلي يعني هاد مثلا تلقوا مضاد في اللون الأحمر كان هناك مضاد أكسادة يعني كل اللون عندنا بعض البيتامين كليسية كان شوفوها مضادة أكسادة مهم بحل البيتامين سي والبيتامين أه مضادة أكسادة معروفة أنها مضادة أكسادة مهم مثلا كل ما هو أصفر كيكون فيه البيتا كاوتين وشتا الأخضر يعني مثلا بيتا كاوتين كالقوا فيها في خيزو في خيزو مهم 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 في الخلية. مثلا أقلقوا غير الشمس، يعني الشمس هي كتتتتعرض لمشاكل في الخلية، تعرض الشمس. مثلا اتهابات ربما كانوا في الهواء والماء وغيرها لثاكو من estجائر وغيرها، مثلا هластиنا هذو تخيلية يعني الحجية للفيتامين سي عندهم كتزاد على الناس العديدين لكنهم المستهلكين يعني السجائر والشيشة وغيرها. نعم. خيلي حتى مثلي كتدير رياضة ولكن كتدير ذيك الرياضة اللي صعيبة واللي فيها واحد افرص هي كالساج مضدة اكسادة. حتى ربما الانسجاء يقدروا يتصابوا. نعم. تماما تماما. فهد الناس كاملين يعني كيحتاجوا مضدة اكسادة ولا يلاحظنا انها علش كنحتاجوها علش كين فيها مشكل. اما هادش اللي تكلمنا عليه هاد البيتا كاروتين واللوتين والفلافونويد وغيرها. نما كينش في الفاستهود. نعم. 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 نعم.